سعيد جدا باللقاء بكم في الدرس رقم 14 التنقل على الشبكة النشاط الأول أكتشف ألاحظ في الصورة المسار الأخضر الذي سلكه يوسف للوصول إلى منزله أستعين بالاتجاهات يمين يسار أعلى أسفل لتحديد قن المسار في الصورة المسار الذي سلكه يوسف للوصول إلى منزله لاحظوا هذا المسار يعني سيمشي أعلى ثم يمين ثم أعلى ثم يمين يمين أعلى يمين يمين إلى أن يصل إلى منزله السؤال باء أكمل قن المسار الأخضر أعلى يمين أعلى يمين ثم يزيد يمين ثم أعلى يمين يمين ويصل إلى منزله السؤال جيم أرسم بالأحمر المسار الذي سلكته ليلة إلى الصيدلية هذه رسمه بالأحمر المسار الذي سلكته ليلة إلى الصيدلية حسب القن تبعاد القن يمين واحد يمين بدنا ندير واحد يمين ثم واحد أعلى بدنا واحد أعلى ثم اثنان يمين يمين والد ندير منزله ثم إثنان يمينirts إثناني ثم واحد أعلى ثم واحد يمين إذن هذا هو المصار الذي سلكته ليلى للوصول إلى الصيد اليتي ثم السؤال دال أجد منزل يوسف إذا نريد أن نبحث عن منزل يوسف في الصورة إنه يوجد في الخانة التي معلمتها هي أربعة الجي ما هي تعني أربعة الجي أربعة يعني السطر أربعة ثم الجي العمود الجي إذن هدي نمشيه مع السطر أربعة والعمود الجي فين كي يتقطعه بحيظه يتقطعه هنا إذا المنزل يوسف هو هذا المنزل بالمثل أجد وأكتب معلمة كل من المسجد منزل علي ثم منزل الليلة والسوق المركزي إذن سنبدأ بالمسجد المسجد يوجد بحيطه في السطر إثناني كتبوا إثناني والعمود بي إذن إثناني بي أما منزل علي منزل علي يوجد في السطر ثلاثة سطر ثلاثة والعمود سي ثلاثة سي منزل الليلة منزل الليلة دائما في السطر ثلاثة والعمود أ ثلاثة أ السوق المركزي سوق المركزي يوجد في السطر إثناني والعمود أ ثم نعيد كتابة معلمة المسجد قلنا المسجد يوجد في السطر إثناني والعمود بي منزل علي قلنا يوجد في السطر ثلاثة والعمود سي منزل الليلة يوجد في السطر ثلاثة والعمود أ أما السوق المركزي فيوجد في السطر إثناني والعمود F أتمرن ألاحظ وأرسم بالأخضر المسار الذي يسلكه الفأر المسار لغليل زالي الفأر إلى الجبنة متتبعا خطوط الشبكة دون المرور بالعقد الحمراء بلا منزل على العقد الحمراء العقد الحمراء هي هذه أكمل قلن المسار الأخضر تلاحظو ألاحظو هذا الفأر بشغل يوصل إلى الجبنة سيقطع هذا المسار كنا نخصوش يدوز على العقد الحمراء ثم يصل إلى الجبنة أكمل قلن المسار الأخضر إذن سيمشي اثنان يمين واحد اثنان ثم واحد أعلى ثم واحد يمين واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أعلى ثم اثنان يمين واحد اثنان فيصل إلى الجبنة ثالثا أكتب معلمة كل عقدتي هذه عقدة هذه عقدة وهذه عقدة فالعقدة هي تقاطع سطر وعمود إذن كي يتقطع السطر والعمود إذن كتبو المعلمة جل العقدة الصفراء هي هذه القرص الأصفر إذن قلنا إذن كي يتقطع السطر والعمود إذن سطر أربعة والعمود سي ثم القرص البنفسجي السطر سبعة والعمود أ المثلت السطر إثناني والعمود دي خامسا أو رابعا أرسم على الشبكة العقدة التي معلمتها هي إذن العقدة الحمراء القرص الأحمر المعلمة جيله خمسة بي خمسة قلنا السطر خمسة والعمود بي إذن سنمشي إلى السطر خمسة والعمود بي لاحظوا الفرق بين بي والدي خمسة بي ثم نرسم القرص الأحمر هنا هي هذه العقدة واللونه بالأحمر ثم القرص الأصفر السطر إثناني ثم العمود ج إثناني الج إثناني الج إذن كيت قطعون القرص الأخضر خمسة إثن إذن كيت قطعون في هذه العقدة خمسة ثم العقدة الزرقاء هي القرص الأزرق إثناني السطر إثناني والعمود الس إذن كيت قطعون أما الآن فننتقل إلى التمرين الخامس ولاحظوا وأكملوا سطر واحد سطر إثناني سطر ثلاثة العمود 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 والعمود دي قد نحدد المعلمة دي هذه القرعة دي الججاج إذن قد نملك نبغي نحدد المعلمة ندير أولا السطر إذن توجد في السطر واحد أما التفاحة فتوجد في السطر إثناني ثم العمود سي البرتقال توجد في السطر ثلاثة والعمود آ يعني ثلاثة آ إثناني السي واحد بي ونكتب توجد قنينة الزجاج بالخانة التي معلمتها قلنا واحد بي وتوجد التفاحة بالخانة التي معلمتها إثناني السي السطر إثناني والعمود السي وتوجد البرتقال بالخانة التي معلمتها السطر ثلاثة والعمود آ أتمرن سادسا ألاحظ المسار الأخضر ثم أكتب قنه رحضوا المسار الأخضر الحلازون يريد أن يمشي للخس فهذا يمشي على هذا المسار إذن قد نكتبه واحد يمين نديره واحد يمين ثم واحد أعلى واحد يمين واحد أسفل ثم واحد اثنان يمين واحد اثنان يمين ثم واحد اثنان ثلاثة أعلى واحد ثلاثة أعلى ثم واحد يمين فيصل إلى الخس سؤال آخر أرسم بالأحمر مسار آخر يوصل الحلازون بالخس قنه هو اثنان أعلى خمسة يمين وواحد أعلى إذن سنبدأ اثنان أعلى واحد اثنان ثم خمسة يمين واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم واحد أعلى فيصل إلى الخس سابعا ألاحظ وأكتب معلمات الخانات أو العقال سنبدأ أولا بكتابة معلمات الخانات سنرى الخانة الخضراء الخانة الخضراء توجد في السطر خمسة والعمود A B C أما الخانة الصفراء توجد في السطر أربعة والعمود A أما الخانة الزرقاء توجد في السطر واحد السطر واحد والعمود C أما الخانة الحمراء توجد في السطر ثلاثة والعمود B نمر إلى العقد العقدة الزرقاء توجد دائما نبدأ بالسطر السطر خمسة والعمود B ثم العقدة الصفراء توجد بالسطر ثلاثة والعمود C أما العقدة الخضراء فتوجد في السطر إثنان والعمود A أما العقدة الحمراء فتوجد في السطر إثنان أيضا لكن العمود B أتذكر لرسم مصار على شبكة أقرأ جيدا قن الانتقال أتتبع خطوط الشبكة حسب الاتجاه يمين أعلى أسفل يسار يمين أضغوط أعلى أمه أسفل أمبا يسار أقوش مصار تاجكتوى هذه خانة كاز معلمتها هي إثنان س السطر إثنان العمود س هذه عقدة ن معلمتها هي أربعة س توجد في السطر أربعة والعمود س نمر إلى أقوّم تعلمات التمرير رقم 8 أرسم المصار الذي تسلكه النملة للوصول إلى حبة القمح حسب القن إذن عندنا القن هو 1 أعلى 1 يسار 1 أعلى 3 يسار ثم 1 أعلى إذن سنرسم مصار هذا القن واحد قلنا 1 أعلى إذن ندير 1 أعلى ثم 1 يسار أرسم شعلا يسار ثم 1 أعلى ثم 3 يسار 1 2 3 ثم 1 أعلى فتصل النملة إلى حبة القمح التمرين التاسع أكتب قن الذهاب إلى المدرسة الإنطلاق دباغ الوصول أغيذي إذن الانطلاق في هذه النقطة ثم الوصول إلى هذه النقطة إذن سنمشي 1 2 3 4 4 يسار ثم 1 2 3 3 أعلى ثم 1 2 دائما يسار 2 يسار ثم 1 أعلى 1 أعلى ثم 2 يسار 2 يسار فيصل إلى المدرسة المدرسة أشطب الجواب الخطأ معلمة نقطة الانطلاق هي نقطة الانطلاق هي النقطة الحمراء فمعلمة هذه العقدة وش هي 2 اي أو 3 اي إذن لاحظوا دائما نبدأوا بالسطر 2 ثم العمود اي إذن 2 اي قد نشطبه على 3 اي معلمة نقطة الوصول هي نقطة الوصول هي هذه النقطة إذن قلنا دائما كنبدأوا بالسطر السطر 6 والعمود ا وش هي 6 ب 6 ب لاتجي في هذه العقدة هذه أولا 6 ا إذن 6 ا ونشطبه على 6 ب ودعم مكتسباتي التمرين رقم 10 معلمة نقطة الانطلاق هي نقطة الانطلاق لاحظوا السطر 2 والعمود ا ونكتبوا 2 ا معلمة نقطة الوصول نقطة الوصول السطر 5 والعمود ا ا اكتب قن المصار الذي سلكه العصفور الى العش دا لاحظوا المصار قديمشي واحد يمين ثم واحد اعلى ثم واحد يمين واحد اسفل ثم واحد اتناني واحد اثناني يمين ثم واحد اثناني اعلى واحد اثناني اعلى ثم واحد يسار ثم واحد اعلى ثم واحد يمين فيصل الى عشه التمرين رقم 11 اكمل كتابة القن للمصار الاحمر اذا نقطة الانطلاق نقطة الوصول ثلاث يسار واحد اثناني ثلاثة ثم واحد اثناني اعلى ثم واحد يمين ثم واحد اثناني اعلى ثم واحد اثناني يمين ثم اثناني اسفل السؤال الموالي ارسم بالأزرق المسار الذي نقطة انطلاقه هي هذه النجمة وقنه هو واحد يسار اثناني اسفل واحد يسار واحد اسفل ثلاثة يمين اثناني اسفل واحد يمين اثناني اعلى اثناني يمين حيث قد نبدأ من هذه النجمة الزرق قد نمشي واحد يسار ثم اثناني اسفل واحد اثناني ثم واحد يسار ثم واحد اسفل ثم واحد اثناني ثلاثة يمين واحد اثناني ثلاثة ثم اثناني اسفل واحد اثناني ثم واحد يمين ثم اثناني اعلى ثم اثناني يمين اولون نقطة الوصول بالازرق ثم نلون نقطة الوصول بالازرق ترجمة نانسي قنقر